ننتقل إلى المدرسة الثانية مدرسة الأولانية اسمعيه تصور سلفي إمامها مين؟ الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة الإمام الشفعي، الإمام الفضل بن عياض الإمام إبراهيم بن أدهم إلى آخر مين بقى؟ أساس المدرسة التانية اللي بيسموها التصوف السني التصوف السني إمامه أبو طالب المك في قطر قلوب الإمام بتاعه الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين الإمام بتاعه عبد الكريم القشيري إذن دي مدرسة تصوف متصل بالعمل متصل بالذكر والفكر متصل بترتيبات مأخوزة من الكتاب والسنة من أجل عمل برنامج يومي للإنسان يستفيد من كتاب الله المصدور ومن كتاب الله المنظور الأساس الأساس هو السلوك حتى نصل إلى الانجزاب إلى الله سبحانه وتعالى فدي سموها مدرسة التصوف السني من ضمن مين دول؟ عبد القدر الجلاني قدس سره قدس سره ابن تامية قول نور الله ضريحة سيد عبد القدر الجلاني متفق على الجلالته لأنه ماشي بالشرع مصبوط رجل يأخذ عنواره وأصراره من الكتاب والسنة يقول الجنيد طريقنا هذا مقيد بكتاب والسنة إلى آخرين مدرسة التصوف السني ينتمي منها في مدرسة التصوف السني ده أبو الحسن الشازل كل الكلام ده بقوله علشان الكلمة دي علشان نرسم أبو الحسن الشازل تابع فين؟ تابع التصوف السلفي ولا التصوف السني ولا التصوف النظري اللي هو ساعات يقوله عليه التصوف الفلسفي لا تابع التصوف السني